تقدم مؤسسة التدريب المهني خدمات التدريب والتطوير المهني وفقاً لاحتياجات سوق العمل والمجتمع بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال إعداد وتنفيذ برامج التدريب المهني المختلفة وتنظيم ممارسة المهن في سوق العمل تبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للمعهد 111 متدربة ومتدربة تم قبول للعام التدريبي 2015-2016 بما يقارب 140 متدربة ومتدربة على كافة تخصصات المهنية لنشراكها قوية مع القطاع الخاص والحمد لله من خلال التدريب الميداني لديهم والحصول على فرص العمل المتدربين بعد التخرج يحصل للمتدرب على شهادة معتمدة ومزاولة مهنة بعد انتهاء متطلبات البرنامج وتقدم المؤسسة برامجها التدريبية من خلال شبكة معاهدها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة والبالغ عددها 44 معهدا تضم حوالي 340 مشغلا تدريبيا مجهزا وفق المعايير العالمية وبطاقة استيعابية حوالي 10 ألاف متدربة ومتدربة من الجنسين سنويا جيتها سجلت مدخل بيانات دورة بحيث أن تستفيد إلى التوظيف في المستقبل تساعدني في تقديم الطلب لوظيفة بحيث أن أقدر أعيد موادي في شهر واحد وأقدم الطلب هاي الدورة كثير ناس مدح إلي هاي الدورة بحيث أنها بتساعدك كثير كثير في التوظيف خلصت توجيهي وما حلفني الحظ وسجلت في التدريب المهني وحب أخذ مهنة سجلت كربط سيارات وحب يعني أني أنزل على سوق العمل يعني أحقق إلي دخل كويس عندي هواي كثير في مهنة التجميل وطبعا بعد ما أخذت آراء أهلي يعني البخصوني حبيت أنا كثير يعني زمان أني بحب أني أجعل تجميل وتعلم وهويت إن شاء الله بعد ما أخلص من هون من التجميل أشتغل أول إشيء بعدين أكون نفسي تسعى المؤسسة للاستفادة من التجارب الدولية في حقل التدريب المهني فهي تقوم حاليا بتقديم برامج نوعية يبلغ عددها ما يزيد عن مئتي برنامج ضمن مستويات العمل الأساسية اشتركوا في القناة